اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة امام عشور بهدفين في مشواره الاحترافي الاول ظهور مشرف للمحترفين المصريين في الخارج ويفضل اكبر الرابحين من هذا التقلق طبعا اشتركوا في القناة يا اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة ومحن خلاص على اعتاب نهاية المشوار او انتهى المشوار في معظم الدوريات الاوروبية وايضا المحلية والعربية سيباكم المحلية عفوا يعني هي جملة كده بس اهلا المحلية كده لسه بتطول معنا شوية والعربية تفضل الصورة المشرفة اللي عملها محترفين هذا الموسم صورة عظيمة وصورة كبيرة تستحق الاشهادة وتستحق بداية هذه الحلقة من طبعا محمد صلاح لترزييف في تركيا واحمد حسن كوكا في تركيا ومصطفى محمد في نانت الفرنسي واا امام عشور في ميتلند الدرماركي وان كان المشوار كان بدايته جيدة جدا وانخفض الاداء بعض الشيء التقلق العظيم لحمد حجازي مع طارق حامد في الاتحاد السعودي فريق اتحاد جدة وايضا عمر مرموش مع فولفوسبرج قبل ما يمشي ويبدأ الموسم الجديد ان شاء الله مع انتراكت فرانكفورت التقلق كبير لمعظم اللاعبين التقلق رائع جدا لمعظم اللاعبين نقطة بس هاقف عندها وهي محمد صلاح محمد صلاح للموسم السابع تقريبا على التوالي يقدم مباريات كبيرة جدا في الملاعب الاوروبية تحديدا في الملاعب الانجليزية واداء كبير واداء رائع جدا محمد صلاح تحديدا ما بين البقاء مع ليفربول واستمرار أسطورته الكبيرة الأسطورة الاولى في تاريخ ليفربول هو محمد صلاح الأسطورة الاولى في تاريخ ليفربول النادي الانجليزي العريق ده أسطورته مصرية أسطورته لاعب كبير لاعب أسطوري اسمه محمد صلاح أنت تتحدث عن واحد من أعظم لعب الدول الإنجليزي بشكل عام هناك رأي يقول أن ينتهي مشوار محمد صلاح مع ليفربول عند هذا الحد خاصة أن سلسية محمد صلاح التاريخية مع فرمينيو ومانيو خلاص خلصت مبقاش فيه مانيو ومبقاش فيه فرمينيو كمان طيب محمد صلاح مش هيلعب دوري أبطال أوروبا الموسم اللي جاي طب ما يروح فريق يلعب فيه دوري أبطال أوروبا ده رأي رأي آخر يقول لا الراجل أسطورة في رقيته الراجل أهم أسطورة في تاريخ فرقيته فيكمل يكمل لحد اللي اعتزال مع ليفربول مش محتاج يروح في نادي آخر عموما هو رأي حكيم الرأي اللي بيقول أن ممكن محمد صلاح يمشي عشان فرقيته مش تلعب في دوري أبطال أوروبا خاصة أن محمد صلاح بقال له عشر سنين بلعب في دوري أبطال أوروبا عشر سنين على التوالي فممكن ياخد خاطوة جيدة والرأي الثاني برضو له حكمته أيضا وهو أنه يكمل أسطورته مع نادي ليفربول طيب ده محمد صلاح تريزيجي مشوار كان جيد جدا مع ترابزون ووارد جدا أنه يروح الدوري السعودي الموسم اللي جاي مستوى محمد موسم إلى حد كبير جيد مع نانت الفرنسي أحمد حجاز وطرحام زي ما تقول لكم مستوى رائع جدا مع التحاد جدا وفضل لهم مباراة يكسبوها ياخدوا الدوري السعودي وأيضا أيضا أحمد حسن كوكا عامل موسم استثنائي جدا مع لانيا سبور السنة دي في تركيا وعمل أداء كبير جدا إمام عشوكا بدايته جيدا مع ميتلاند ولكن الأمور قلت بعد كده تعالوا نشوف أبرز أرقام محترفين المصريين هذا الموسم أول حاجة طبعا الأرقام الكواسية لمحمد صلاح مع ليفربول الموسم ده الهداف الخامس تاريخيا لنادي ليفربول في مختلف البطولات الهداف التاريخي لنادي ليفربول في دوري أبطال أوروبا برصي 42 هدف أول لعب في تاريخ ليفربول يتصدر قائمة هداف الفريق لخمس مواسم على التوالي أصبح أكثر من سجل أهداف لنادي ليفربول خارج الأنفلد في الدور الإنجليزي الممتاز متقطيا مايكل أويند دي أرقام محمد صلاح الموسم ده مع ليفربول لعب خمسين مباراة سجل 30 هدف وصنع 15 هدف يعني شارك في 45 هدف من خمسين مباراة لعبها رقم هايل جدا يعني تقريبا من معدل هدف كل مباراة دي أرقام تريس جيم مع ترابزون سبول لعب 39 مباراة سجل 12 هدف وصنع 8 أهداف وأرقامه أيضا مع أول جدا هدف كل مبارتين تقريبا مصطفى محمد مع نانت الفرنسي لعب خمسين مباراة سجل 11 وصنع 5 وفيه مباراة كثيرة كان ينزل كبديل يعني ما كانش بيشارك في كل المباراة كأساسي ولكن الأرقام معقولة برضو عمر مرموش مع فولفسبورج لعب 35 مباراة سجل 6 هدف وصنع هدف وأيضا ما كانش بيشارك أساسي معظم الوقت أحمد حسن كوكا اللي عمل أداء رائع جدا مع علانيا سبور الموسم ده لعب 28 مباراة سجل 11 هدف وصنع هدفين أنظر ريتد جدا أحمد حسن كوكا دايما يعني من اللعبة المشاهدة حقها ده القائد بقى قائد اتحاد جدا أحمد حجازي لعب 32 مباراة سجل 4 هدف صنع هدفين علما وإنه طبعا مدافع الأرقام عظيمة والأرقام كبيرة جدا أنا حاولنا نجيب لحضراتكم أو نلقضو على اللاعبين اللي عادة بيبقوا موجودين في معسكرات منتخب مصر في أسماء تانية وفي أسماء أخرى محترفين في أوروبة ولكن دول الأبرز الأسماء اللي موجودة مع منتخب مصر وبتشارك دائما مع المنتخب فرصة نتحدث عن نقطة في منتهى الأهمية وكنت اتكلمت عنها من يومين لابد ولزاما أن الاتحاد المصري الكرة القدم مع منتخبات مصر المختلفة يفضلوا طول الوقت طول الوقت يدوروا على اللاعبين المصريين مزدوجة جنسية اللي ينفع يلعبوا المنتخب مصر ومنعافش عنهم حاجة طول الوقت ده كنزة يا جماعة كنز كبير جدا وأشرت من كام يوم لفكرة أن الاتحاد الكرة رفض أن روي فيتوريا يسافر أوروبا يعمل جولة هناك ويشوف ويقابل اللاعبين المصريين مزدوجة جنسية اللي ممكن يلعبوا المنتخب مصر الاتحاد الكرة كان رفض رفض لعزبان مالية يعني زي ما قلت لكم وقتها أنك هتصرف ربعمائة خمسمائة ألف جنيه مصر يعني مش بحسبها لك بالدولار ربعمائة خمسمائة ألف جنيه مصر في السفرية داية يعني أنت لو خدت واحد لو كسبت واحد لمنتخب مصر واحد بس ده ملايين الدنيا ملايين الدولارات واحد فأنت بتبخل في حاجة مش مفروض تبخل فيها بصراحة ده رائع يعني بس في كل الأحوال لازم نشتغل ولازم نتعب ولازم نكتهد وأنا عارف إن الجهاز الفني المنتخب مصر الأول بيعمل ده بشكل دقوب جداً وبيشتغل أي طول الوقت بس لازم مسندة الكل مسندة منتخبات الشباب والناشئين مسندة اتحاد الكرة طبعاً عشان لو طلعنا بعنصر ولا عنصرين هتبقى حاجة عظيمة من العدم انت واخد عنصر أو عنصرين من العدم مش موجودين عندك في الدول المصري مش بتتبعهم مش 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 معا ما اشتغلتش معاهم معا ما اشتغلتش معاهم أي حاجة لا انت واخد لعيبة أوروبية جاهزة جاهزين بقى هم مولودين واشتغلوا تدريبات ولعبوا فرق شباب وناشئين كلها في أوروبا فأنت تقريباً بتاخد أكد أنك بتجيب محترف أوروبا بيلعب معاك بشكل مجاني فهم؟ انت متخيل الموضوع المهمة دي واحنا هنروح لبعيد ليه؟ ما احنا دايماً بندي المسأل المغرب عملت كده الجزائر عملت كده السنغال عملت كده الكاميرون عملت كده غانا عملت كده كل المنتخبات الأفريقية بتعمل كده ففرصة واحنا عندنا محترفين خد بالك أنا زي ما أنا النهاردة جاي أشيد في بداية الحلقة بعدد المحترفين وأتقلق محترفيننا في أوروبا وفي الدول العربية برضو هي حاجة تزعل أنا بعد خمس ست سبع أسماء تمام؟ تخيل لو أنا بقى طالق النهاردة اتكلم على المحترفين بتوع السنغال أقولك المحترف السنغال عملوا في إيه؟ في أوروبا السنة دي هتلاقي على أقل ميت واحد على الأقل يعني ميت واحد فبرضو إيه؟ احنا فرحانين بالمجموعة اللي عندنا آه فرحانين بيهم طبعا بس لازم يزيدوا كتير كتير جدا أكتر من كده بكتير وطبعا مش هكلمك بقى على فتح باب الاحتراف والكلام اللي انت بتسمعهم بالتسعينات دوت اللي هو لازم نفتح باب الاحتراف للاعبيننا يا جماعة وشبابنا ونشئيننا عشان دي قتلت بحسا قتلت بحسا وكالعادة وقفين محلك سر فيها لأن دي تغالي في طلبتها الناشئة أصلا عندنا مش متكون صح فبيبقى عنده مشكلة في اللعبة في أوروبا إلا الاستثناءات اللي احنا بنتكلم عنها دي سيستثناءات قليلة جدا برضو دي محتاجة شغل وتعب ومجهود من الجميع من الجميع يعني طيح من النهاردة في كأس مصر دور الاثنين وتلاتين كبرى مفاجآت البطولة فريق النجوم فريق النجوم اللي بيلع في الدرجة الثالثة فاز اليوم على الإسماعيلي اتنين سفر وأقصى من كأس مصر محمد همام سجل الهدف الأول في الديئة خمسة وستين ونور علاء الدين من هجمة مرتدة رائعة جدا من فريق النجوم سجل الهدف الثاني في الديئة اتنين وتمانين والجول دوت الجول أولاني شبه شبه جول أليسون ومحمد صلاح حارس يديها لللاع محمد همام يروح يسجل الهدف أليسون وصلاح فالعادة طبعا نفعل الإسماعيلي مليون علامة استفهام ودي برضو فيها مليار علامة استفهام بس نتفاهم دي شوية لشي الإسماعيلي كان مندفع جدا عشي نسجل الهدف التعادل استحق النجوم بقياد الكابتين احمد عيد عبد الملك بالمناسبة عيد عبد الملك هو المدير الفني لفريق النجوم استحق التقاهل لدور الستاشر في كبرى المفاجئات ودفع الإسماعيلي لمعاناة أكبر هذا المرسل شايفين حلوة الهدف شايفين حلوة العامة المرتدة رائع الإسماعيلي حكايته حكاية كل ما نقول الإسماعيلي خد خطوة لقدام بيرجع خمسة الورى الدوري النتائج تحسنت إلى حد كبير إلى حد كبير مع الكابتين حمزة جمل ولكن هو الكابتين حمزة جمل وجهازه المعاون هم برضو الجهاز اللي كانوا موجودين النهاردة واستحقوا النقضة أيضا النهاردة إن هم ما عملوش مباراة كبيرة وفرق يستهطروا بفريق النجوم استهطر كبير جدا فاستحق في النهاية إسماعيلي هذه الخسارة في كبرى مفاجئات هذه البطولة وبطولة كأس مصر أو أولى من مفاجئات بالمناسبة كمان يعني طيب النهاردة في الدوري بقى مش في الكياس طيب فينا حساعة بنلعب دوري مع كياس مع حاجات كتيرة جدا بس النهاردة في الدوري في الجولة 29 فيوتشر قدر يفوز على سراميكا كليوباترا في مباراة صعبة جدا بهدف دون رد هدف سجله أحمد عاطف في ديئة تسعة وخمسين أسأل أنا على أحمد عاطف دلوقتي أسأل دلوقتي دفنة اللي هيكون معي عبر الهاتف بس بعد ما تشوفوا الهدف أحمد عاطف أشان أحمد عاطف مش نفس التواهج بتاع الموس الماضي أنا فهي من نوع راجع من الإصابة بس حتى لما راجع من الإصابة مش نفس التواهج واحد من المؤاجمين المهمين جدا مميزين جدا رعاين جدا كمان يعني طيب معي عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن محمد عبد الكريم المدرب العام بي فيوتشر كابتن محمد ألف مليون مبروك كريم حبيب الله بارك فيك يا حبيبي ووحشني ودائما متقلق تلا ودائما بسامت عبيب يا حبيبي أنت اللي وحشني دائما ودائما أنت المتقلق وزهورك دائما لافت في أي مكان يا كابتن محمد حبيبي يا كريم ربنا خليك والله يبارك فيك الحمد لله الحمد لله ماضش صعب مع فرقة مصرمة جدا معاك فن المطلم لسه مغارين الجهاز موقفهم صعب جدا فالحمد لله وإحنا بقلنا ثلاث مباريات ما فيش مكتب فالحمد لله مكتب جي في وقت جي في وقت النهاردة الأداء كان المباراة ما كانتش سهلة يا كابتن محمد المباراة كان رايحة جاية إسراميكا برضو كان له بعض الفرص وإن كان فيوتشار كان أفضل بشكل ما يعني في هذه المواجهة هل في أي لحظة من اللحظات إليه تعالي تكتل المباراة؟ يعني بنعفرقة محترمة جدا عندهم لعبة كويسة موقفهم صعب جدا فعندهم دوافع وإحنا كمان عندنا دوافع عشان نفضل في المربع نبعد وعندنا منافسة على المركز الثاني فكان مهم جدا المباراة بالله عفرقة عندها حلول فردية كويسة قوي عندهم لعبة كويسة جدا إحنا بعد ثبت مباراة زي ما قلت لك من بنون مكسب في الدوري فالحمد الله رغم الغيابات اللي عندنا لكن اللعبة أدت اللي عليها بنرجع النهاردة فعد سمير بعد فترة شارك شروط الثاني عمر كمال بعد فترة أول مرة يكون خمسة واربعين دقيقة صحيح أحمد عاطف النهاردة بعد الفترة كتا ما كانش سجد عندنا غيابات كتير كتا نه كريم مراوان بحسن وأحمد رفعت وحاج باري أقول الحمد لله الحمد لله على الأداء وعالنتيجة وأرضي لك اللي ندى سراميكا ونتمنى التوفيق بيهم الفترة الجانية أحمد عاطف ليه بقى أجاب الفترة دي كلها انتهديفة كابتان محمد واحد من المعاجمين الوعدين جدا المميزين جدا راجل نب من منتخم مصري كمان قبل كده وتوسمنا الخير صحيح الإصابة جات وكانت كان فيها سوق حظ كبير بس رجع بقاله فترة مراوان محسن كان بيلعب محمد شبايل فعطف كان بيشارك على فتراته العيلة لكن لما تحت تفصنا انه هو يبدأ المطر ويشارك انه هو راح وضاية وعمل مجد كويس جدا المباراة الكريمة المباراة يعني احنا لعطف لما يستمر في المباراة هيجي لانه عنده قطة التهديد مهاجم مميز فان شاء الله الفترة اللي جاية يشارك بصفة أساسية هيرجع لحفة التهديد ثانية ويرجع للمستوى ان شاء الله النهاردة من التكلم على فيوتشار وهو ما زال ينافس على الاله رقمان على الصدارة ما زالت الصدارة في أفكاركم ولا الهدف الآن المركز الثاني نبص يا كابتن كريم احنا خلينا وقعيين نادي الاهلي عنده موراكسي المؤجلة نادي الاهلي بأحسن حالاته دلوقت فطبعا احنا بنقاطل في كل مباراة وبنشتغل كابتن علي دايما خطة ربنا غير يعني احنا بنعمل اللي علينا وربنا في الاخر بيكفت صدارة صدار المركز الثاني وذي يعتبر انجاز توقف تلك في المربع برضه زي ما انت حققت اللي انت عملته السنة اللي فاتت في كاس الرابطة ماشي هتلعب قبل انهائي في كاس مصر هتلعب بور 16 فماشيين يا كابتن في التلات بطولات بطريقة كويسة احنا بتشتغل واللعيبة بتشتغل كامل اللي عليها وإضافة النادي يعني الحمد لله موفرة كل حاجة لكن في الاخر توفيق ربنا واللي ربنا اخرة كابتن فيوشل الناس باتمساش نتاني سنة لنا في الدوري طبعا لكن تتوصل في الحافظ انك تتا في المربع في ظل انه نفس الشهر التلي واللعيبة والانديها اللي عندها امكانيات عالية لكن الحمد لله الحمد لله ان احنا توصل قبل نهايات الدوري 54 بونت النهاردة فدي حاجة كويسة صحية كابتن محمد عبد الكريم المدارب العام بنادي فيوشل انا بشكرك شكرا جزيلا لهذه المدخلة وبهنيك مرة اخرى على الفوز النهاردة فوز كان مهم على فريق سيراميكا كيليباترا بالمناسبة الاسطورة بيطولي مش اسطورة يعني هي حقيقة يعني كابتن علي ماهر يتفوق ورائع ومدارب كبير ومميز ويتفوق على اي مدارب واي فريق في الدوري المصري بس دايما يواجه سوء توفيق مع الكابتن حلم طولان كابتن حلم طولان رقمين يتفوق على كابتن علي ماهر بغض النظر عن الفرق اللي بيدربوها الاثنين ولكن النهاردة كابتن علي ماهر قدر يتفوق في هذه المواجهة طيب النهاردة ايضا في الدوري بيرامدز حافوز مسير جدا على حرص الحدود بهدف دون رد هدف جاء في ديئة 95 هدف لدودو الجباس حرص الحدود الذي يصارع الهبوط وبوقفه في منتهى الصعوبة في منطقة الهبوط وبعد رحيل الكابتن احمد ايوب وتولي الكابتن محمد مكي المهمة قدر حرص الحدود يعمل مباراة كبيرة امام بيرامدز ولكن بيرامدز بهدف البديل لدودو الجباس في ديئة 95 يقتنص فوز غالي جدا 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 في صراع مقدمة الدوري الممتاز فيما يخص الدوري المصري الممتاز تعال نروح لأخبارنا كلام كتير جدا داخل نادي أزا مالك ايه اللي هيحصل السور يقاعد ولا ماشي من اللعيبة اللي ماشي من اللعيبة اللي هتنضم من اللعيبة اللي هتتباع حكايات كثيرة جدا فيما يخص نادي أزا مالك تحديدا على السورة او التصور للموسم الجديد الموسم ده بيخلص بكل اللي حصل فيه لكن الزمالك يرتب يرتب أوراقه للموسم القادم ان شاء الله تعالوا نشوف بقى الزمالك بيفكر في ايه للموسم القادم طيب قبل ما نروح قبل ما نروح للزمالك عشان معنا تليفون مهم مع الكابتن الكبير كابتن محمد مكي المديل فني لفريق حرس الحدود بعد مباراة كبيرة أمام برامدز النهاردة ولا ولا سوء التوفيق في اللحظات الأخيرة لخرج حرس الحدود بنقطة التعادل على الأقل يا كابتن محمد مشرفني ومنورني أهلا بيك كابتن كريم أهلا بيك وأنا بتشرف أني معك على طول دائما وبتشرف أني معك في برنامدز الجديد يا حبيبي شرف لي انت استلمت المهمة في وقت في منتهى منتهى الصعوبة ولعبت النهاردة مباراة محترمة جدا أمام برامدز طبعا الموقف صعب جدا وموقفنا في الجدول صعب جدا كان يكون فيه استحالة يعني لكن أنت عارف أن في الآخر أنت لازم تلعب علشان اسم النادي وصمات النادي فلازم نفضل نلعب لآخر وقت بنفس بنفس الكترية وبنفس الأداء حاول نحسن شوية من شكلنا ومش من ترتبنا من شكلنا بس على الأقل في الجدول وفي الآخر برضو عشان اسم النادي الاسم الكبير دوت لا يبقاش يعني لا يبقاش مستباح في المتشاط فلازم كل المتشاط تتاخذ بالشكل دوت يعني بالشكل القوة دوت إن شاء الله بإذن الله أنا قابلتك كابتن محمد كنت ضيف عزيز علي قبل بداية الموسم وتحدست عن طموحات الفريق وطموحات حرس الحدود والفرقة نفسها محترمة وكويسة قابلت كمان الكابتن أحمد دايوب وقال إن احنا عندنا فرقة محترمة نقدر إن احنا نشتغل بيها الموسم ده إيه اللي خلى حرس الحدود يتعطل كل العطلة دي الموسم ده والله يعني كابتن أحمد يشتغل وفتعد على قد ما قدر وأخلص وأخلص كثير جدا على قد ما قدر إن هو يحاول نعمل حاجة كويسة لكن كان بيقابلنا سوق توفيق في سطرات كبير جدا 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 في خلال الدورة عملنا مكسك كويسة معاه وردو لكن كان في سوق توفيق فكرة إن حد الهداف اللي يجيب لك اللي يجيب لك يقدر يخلص لك فمتشات كتير جدا دي صراحة كتتغيب عننا فمتشات كتير جدا وانت عارف فكرة إن عدم الفوز بالمبارات أو تجمع النقاط ده بيعمل شوية حالة من حالة الإحباط نوعا مالي لعيبة فانت عارف ماتش زي ماتش بيجيد ماتش ماتش بيجيد ماتش مقدرناش إن احنا نلملم أوراقنا بسرعة فكان الموضوع كده الماتشات اللي هي كانت مؤثرة جدا معنا اللي هي كانت تحسب بستة بونت اللي هي كانت قدام البنك الأهلي كانت قدام أمبي كانت قدام الداخلية مقدرناش إن احنا نتفوق فيها في الماتشات دي فده اللي حصل وخلى شكل الفرقة بالوضع ده بعد حوالي ستة وعشرين دولة من الدولة ده الوضع الحالي طيب بالنسبة للعبين كابتن محمد انت عندك مهم شقة جدا فكرة أنك تحافظ على تركيز اللعبين وهم أكيد دلوقتي بطبيعة الحال بيفكروا في الموسم القادم بيفكروا في مستقبلهم إزاي في الوقت ده بتقدر تخليهم يحافظوا على تركيزهم من الموسم الحالي أنت بتتكلم أكريم في أهم نقطة الحافظ والدوافع أنت إزاي تقدر يعني تقدر يبقى في دوافع دوافع للعيبة دي في التوقيت دوت إنه هو إنه خلاص تقريبا الشيء بخلاص يعني الموضع حسن إنك تقدر 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 دوافع فده موضوع صعب جدا هو ده اللي نحاول نشتغل عليه أو بنحاول نشتغل عليه كابتن محمد تقريبا كان بيفتح باب العربية فلما فتح باب العربية يبدو أن الترفون واع منه ويبدو أن الترفون يتقفل ودي ودي كسة أليها من دماغ بس كابتن محمد جيمين تاني كابتن محمد ألمي فضل بس فأنا بقول لك هي كسة الدوافع إنك إزاي تقدر تخلق دوافع تقدر تخلق دوافع اللي عادة دي في التوقيت دوت في التوقيت الصعب جدا فطبعاً هذا موضوع صعب جدا جدا إنك تقدر أن تخلق دوافع ليهم صحيح لكن إنت مقدمكش حال إحنا لازم لازم اللي عادة تفهم وتعرف إنه نحن بنتكلم في اسم النبي اسم النبي اسم جد جدا فلازم إننا نحن نحافظ على شكله لحد آخر مش آخر مطش لحد آخر لحظة وآخر ديئة في الموسم وهو ده اللي هنحن نشتغل عليه يعني هو ده اللي هنحن نشتغل عليه مع يعني مع التحضير لموسم جديد هيبقى موسم صعبة برضه في دور المحترفين هيبقى صعبة جدا فنحاول نمشي يعني حاول نمشي بالتوازي مع الحفاظ على شكل على شكل الفرقة في نقدر نقدي بشكل كويس في السطرة اللي جاية وفي نفس الوقت نقدر نحضر بشكل أسرع للموسم اللي جاي اتمنى لك التوفيق كابتن محمد داميكي المدير فني لفريق حرص الحدود بشكرك شكرا جزيلا طبعا زي ما هو قال الموقف يقترب من الاستحالة بالنسبة لي حرص الحدود البقاء في الدول الممتاز طيب زي ما قلت لكم قبل ما يدخل معنا كابتن محمد داميكي الزمالك بيفكر في ايه قطاع الكرة في نهاية الزمالك بيفكر في ايه للموسم الجديد للموسم الجديد طبعا هو الحالي مرتبط بالجديد يعني الحالي ده اللي بيحصل فيه مرتبط طبعا بيه اللي هيحصل فيه الموسم الجديد فهقول لكم اللي بيحصل دلوقتي واللي هيتبني عليه ما سيحدث في الموسم الجديد تعالوا طيب تشهد الفترة الحالية في الزمالك اجتماعات مستمرة من جانب اللجنة الفنية التي تواصل العمل والتجهيز للموسم الجديد على كل المستويات وأبرز الملفات التي تناقشها في الوقت الحالي ملف المدير الفني للفريق الكولومبي وسوريو الذي أصبح هناك انكسام حول مصيره بجانب ملف الصفقات الجديدة الذي يريد الزمالك التعاقد معها في الانتقالات الصيفية ملف المدير الفني الاقتراح الأول يتمثل في استمرار المدرب الكولومبي وسوريو حتى نهاية الموسم الجاري من أجل تقييم التجربة بشكل كامل وتحديد مصير المدرب إما بالاستمرار أو توجيه الشكر له والتعاقد مع مدير فني جديد قبل بداية الموسم القاضي الاقتراح الثاني يتمثل في اعتبار مباراة الفريق المجبلة أمام طلاع الجيش هي الفرصة الأخيرة للمدرب حيث إذا استمرت النتائج السلبية والأداء المتراجع سيتم توجيه الشكر له والاعتماد على مدرب مصري حتى نهاية الموسم الجاري لحين الاستقرار على مدير فني أجنبي يتولى المسئولية في الموسم الجديد الاقتراح الثالث مرتبط بالاقتراح الثاني ولكن الاختلاف هو أن المدرب اللي سيقود الفريق بعد أسوريو سواء كان مصريا أو أجنبيا سيستمر في الموسم المقبل ولا يكون مؤقتا بحيث يختار صفقات الموسم الجديد بنفسه وذلك نظرا لديء الوقت ومشاركة الفريق في البطولة العربية والسوبر وغيرها من المنافسات ملف المدير الفني البدائل المتاحة لخلافة أسوريو هناك أكثر من اسم معروض وبقاء على الزمالك في الفترة الحالية وعلى سبيل المدربين الأجانب يتصدر السنائي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق بجانب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق قائمة الأسماء المرشعة لتدريب الفريق موسيماني وكارتيرون البدائل المتاحة لخلافة أسوريو أيضا فيما يخص المدربين المصريين يتصدر السنائي عبد الحميد بسيوني وخالد جلال قائمة الأسماء المرشحة لتدريب الفريق إلى جانب حسام حسن الذي ظهر اسمه مؤخرا لكن يبقى بعيدا بسبب خلافاته السابقة مع الإدارة الحالية وهناك محمد صلاح ولكن كمدرب مؤكد حتى نهاية الموسم ويأتي الخيار الأخير استمرار متحة عبدالهادي حتى نهاية الموسم فقط طيب ملف الصفقات بالنسبة لإحراصة المرمى فالزمالك يرغب في عاية أحمد نادري السيد بعد نهاية أعارته بنادي في زيليا البرتغالي بجانب التعاقد مع حارس آخر من الدوري المصري مثل أحمد ميهوب حارس المحلة لازد دخل دقيقات الاهتمام في الزمالك خلال أيام الماضية ليكون هذا السنائي بجانب الحارس محمد صبحي بعد اقتراب محمد عواد من رحيل بناء على رقبته بسبب جلوسه احتياطيا وعدم تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل بالنسبة لخط الدفاع يعد التعاقد مع باهل المحمدي مدافع الإسماعيلي بجانب ضم أحمد أيمن منصور مع عودة محمود علاء بعد نهاية أعرضه بالاتحاد السكندري والبحث عن مدافع من شمال أفريقيا هي ملامح خطة الزمالك لدعم خط الدفاع أيضا بالنسبة لخط الدفاع يسعى الزمالك لضم لاعب في مركز الزهير الأيصر ليكون بجانب أحمد فتوح ويعد عمر السعداوي لاعب المصري هو الأقرب للتعاقد معه ولكن حال التعاقد مع أحمد أيمن منصور قد يستغنى الزمالك عن فكرة ضم السعداوي هذا إلى جانب الرغبة في ضم زهير أيمن ليكون بجانب حمزة المسلوسة والأقرب هو عودة أحمد عيد المعار إلى أمبي خط الوسط يدرس مسؤولي نادي الزمالك جدان عودة إمام عشور حتى لو على سبيل العارة كما يظهر اسم محمود حمادة لاعب فاركو في الصورة بجانب سيرجي أكا لاعب الإسماعيلي وحمدي علاء لاعب الفريق المعار للبنك الأهلي بالنسبة لخط الهجوم دخل مصطفى فاتح لعب الزمالك السابق والمعار إلى بيرامدز من نادي التعاون السعودي في الصورة للتعاقد معه حيث يحاول الزمالك معه لمنع تجديد أعارته بنادي بيرامدز أو تفعيل بند شراء النهاية بين التعاون وبرامدز حتى يستطيع الزمالك شراءه من التعاون خصوصاً وأن الزمالك يتبقى له مستحقات مالية من صفحة انتقال مصطفى للنادي السعودي أيضاً دخل في الصورة بعض اللاعبين لدعم الخط الأمام للزمالك وهم جريندو لعب المصري البورسعيدي وفقر الدين بن يوسف لعب بيرامدز وفراص شواط لعب الإسماعيلي إلى جانب المهاجم المرشح للزمالك بيستون كلالا مايالي أو كما يسمى هالند الكونغول كونغول كونغولي كونغول ماشي ده بالنسبة لنعدي الزمالك أضيف شيء بسيط أسوريو ما عندوش شرط جزائي في عقده لحد نهاية الموسم هو طبعاً عقده لحد نهاية الموسم القادم بس لحد نهاية الموسم ده الشرط الجزائي لن يفعل يعني الزمالك يقدر يوجه الشكر لأسوريو ما يبقاش عنده مشكلة لو بدأ الموسم اللي جاي هيبقى عنده مشكلة الزمالك لو حاب يسيب أسوريو عشان يبقى فيه شرط الجزائي تم تفاعله دي نقطة نقطة التانية أسوريو عنده عروض مستمرة في المكسيك بنقراها كل يوم فالراجل مطلوب أيضاً في الماركت في السوق بتاع المدربين ده معناه إيه ببساطة معناه ببساطة نقطة إنه الزمالك محتاج يبقى حاسم حاسم دي يعني إيه؟ يعني أسوريو هيكمل يكمل في هدوء هدوء يغلط يعمل شوية حيات غريبة إحنا ما بنفهمهاش يجرب بقى مرة واثنين وثلاثة لحد ما يوصل للي هو عايزه ويكمل بقى مشواره مع نادي الزمالك لنهاية الموسم القادم طيب أنا شاكك أنا قدرت نادي الزمالك شاكك شاكك في الراجل مش حاسي إنه هينجح يمشي من دلوقتي لازمالك بقى يبقى عنده مشكلة مالية ولا هو نفسه وهو عنده عروض تانية يبقى عنده مشكلة فيروح للنادي اللي هو عايزه وتبقى الأمور كلها مشة سلمية بس كله بدري كله بدري كارات كلها لازم تبقى حاسمة وواضحة ما بقى شبيها تأخير واجتماعات 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 لا شكله مش هينفى خلاص لا شكله هيبقى جامد جدا خلاص اختار انت والقرار دايما بقول إحنا ممكن نقول قراءنا إحنا بس ممكن نقول إيه لأ مش عاجبني اللي الناس تقول رأيها برحتك بس الإدارة بتبقى شايفة حاجات إحنا من نبقى شايفانها شايفة المستقبل المفروض يعني بتبقى شايفة المستقبل في إيه فيقدروا يشتغلوا على ده طيب نروح للأهلي نروح للأهلي النهار ده في مراني النادي الأهلي كابت الساعة الحفيز جمع لعيبة النادي الأهلي وقال لهم بشكل واضح ممنوع تماما الحديث عن أي عروض خارجية في الفترة الحالية يعني من الآخر كده محدش يكلمني يقولي أنا عندي عرض محدش يقولي روح كلم الإدارة عشان أنا جايلي عرض مش عارف منين ومنين ومنين محدش يكلمني عن عروض خالص ليه عشان الأهلي ده كلام الكابت الساعة وحفيز لللاعبين عشان الأهلي رايح لمهمة مهمة صعبة وكبيرة جدا نهاية دورة أبطال أفراك فمحتاجين تركيز كل اللاعبين وقعد مع حمد فتحي لوحده وطلب من حمد فتحي برضو ما يتكلمش عن عرض الوكرة القطري وحمد فتحي قال له أنا ما تكلمتش ومش هتكلم إلا لما بطولة أفراكيا تخلص إن شاء الله ده بالنسبة للكابتن ساعة وحفيز ورسالة في منتهى الأهمية في منتهى الأهمية وفي توقيتها يعني هي مشكلة الفترة دي دايما خد بالك احنا مشكلتنا هنا إيه ده على مستوى كل الفرق المصرية والمدربين وكل الناس الفرق بره بره في أوروبا وفي الوطن العربي بدأوا من دلوقتي يتفوضوا على لعبين الموسم الموسم بتاهم خلص يا فضل لهم ماتش ويخلص خلص فبدأ يبص على اللي جاي إيه احنا لسه بدري احنا لسه بنقعد شوية حلوين يعني آي نعم احنا استنادي عن خلص الحمد لله الحمد لله إلى حد ما بدري إلى حد ما بدري تمام يعني عندنا شهر ونص مثلا زيادة عن اللي بيحصل حوالينا فتعدي بس برضو هم نتأخر قوي فالناس بتتفوض مع لعابتنا اللي في مصر والموسم بتاعنا شغال فالأندابي بيبعندها مشكلة واللعب برضو حقه إنه عايز شوف مستقبله والنادي التانية دوات عايز ينجز فبتبقى الأمور كلها معقدة جدا بس على الأقل بالنسبة للنادي الأهلي لا صح ما تفكرش في أي حاجة لو ما تشن الأفراقية دول يخلصوا بعد كده بقى تفاوض يتكلم والأمور في باقي البطلوات تقريبا شبه محسوم طيب نعرض مارس الكولر في مران الأهلي أيضا نتكلم مع مساعدية وقال لهم إنه برونوسافيو ممكن ياخد فرصة في المباراتين القادمتين بالدوري قبل مبارات نهائي دوري أبطال أفراقيا هو قال لهم إنه شايف إنه بيتمرن كويس وإنه بيشتغل كويس الفترة اللي فاتت ومنطق العدالة اللي بيباشي بيها مارس الكولر شايف إنه برونوسافيو ممكن ياخد بعض الأوقات في المباراتين الفترة القادمة لما سألوه على أيمن أشرف قالوهم إنه أيمن أشرف صفحيته مقفولة مش هيلحب من الآخر يعني موضوع بتاع أيمن أشرف عكس برونوسافيو وشهد حسين ممكن ياخدوا فرص في المبارات القادمة طيب النادي الأهلي كمان كان مارس الكولر طلب من النادي الأهلي جهاز جهاز تطوير المهاجمين عارفينه أنتو الأجهزة الحديثة اللي بتبقى في التدريبات دلوقتي بقت كثيرة وكثيرة يعني فيه أجهزة للحراس فيه أجهزة ربيات التماس فيه أجهزة للضربات السابتة فيه أجهزة للكرات العرضية هو طلب منهم جهاز معين للمهاجمين للمهاجمين الجهاز دوت النادي الأهلي وعدوا بيه وقالوا له إنه هيبقى موجود في النادي فقارة بعض وقالوله ان التأخير كان بسبب انهاء بعض الاوراق الخاصة بالجهاز في الجمارك والجهاز على وشك انه يخش معاك في التدريبات خالي الفترة اللي جاية رجل متطور رجل فاهم رجل عارف انت لما تبص نهاردة كنت متفرج على شوية فيديوهات كده لتدريبات اندايا في اوروبا تحديدا كنت متفرج على ريال مدريد كمية الاجهزة اللي في الملعب غريبة كتيرة كثيرة الموضوع بقى فيه تكنولوجي اكتر منه واحد بيحدف الكرة للتاني واحد برجله يبصيها للتاني لا الموضوع بقى متطور اكتر من كده ليه علاقة ازاي بسرعة تلمس الكرة يبقى عندك تركيز فيه فيه تفاصيل كثيرة واحاول ان شاء الله ان شاء الله في القريب العاجل اعمل حلقة فيما يخص هذه الاجهزة والتطور اللي حصل فيه التدريبات في فرق الكرة في العالم كله واللي بدأت اندايا في مصر زي النادي الاهلي يستخدم الاجهزة دي طيب ده الاهلي نروح لاتحاد الكرة خلاص موضوع كاسي الاهم الافريكا تحاد الكرة صرف النظر خلاص عم تقديم ملف كامل للكاف بالنسبة لتنظيم بطولة اهم افريكا 2027 تعرفيها كنا بعتنا مبدئين احنا ممكن ننظامها المهلة انتهت امس وبعتناش الموافقات اللازمة لتنظيم هذه البطولة وبالتالي احنا كنا بس بنبعت عشان ما يتحطش في المشكلة اللي حصلت فاكرين نهاية دورة ابطال افريكا السالة اللي فاتت في ازمة وسأل ليه اتحاد الكرة ما بعتش ان ينظم النهائي فالتحاد بيعمل ايه ابعت وبعدها نشوف ابعت يعني اضمن مكان ننظم ولا ناخد قرارنا يعني ففي الاخر مفيش يعني احنا مش هننظم كاسي الامر افريكا 2027 خلاص طيب في حكاية في لجنة الحكام غريبة جدا اسمعوها يعني الحكام راحوا اشتكوا كابتن احمد ابو العلا في لجنة الحكام عدو لجنة الحكام ويشتكوا من بعض الحاجات اللي بيعيشوها يعني اللي علاقة بالمستحقات اللي علاقة بعدم اختيارهم في بعض المباريات بعض الشكاوة يعني والكابتن احمد ابو العلا مشكورا قال لهم انه هو هيبلغ فيتور بريرا رئيس الانجل الحكام بهذه الشكاوة تمام فالراجل بالصدفة بيتور بريرا قاعد مع الحكام او التقى بالحكام فبيقولوله احنا كنا بعضنا شكاوة واحد اتنين تلاتة اربعة وحضرتك ما عملتش فيها حاجة قال لهم شكاوة ايه انا ما جاليش حاجة انا ما شفتش حاجة او لا ما هو الكابتن احمد ابو العلا قال لنا ان ان انت او ان هو هيبعط لك الشكاوة دي او هيوصلها لك قال لهم ما جاليش حاجة فالراجل يتدايق فالراجل يتنرفز فالراجل زعل وقال لهم خدوا رقم تليفوني اهو وخدوا الايميل بتاعي اللي عنده شكوة اللي عنده مشكلة اللي عنده زعل يتواصل معي بعد كده مباشرة مباشرة دي الاسرة بتاعت التحكيم تعرفين انا دايما كل يوم كده اقولك شاف الاسرة بتاعت التحكيم حلوة ازاي فيش اي اسرة خالص حاجة بساعة التاني خالص كلهم في لغبطة واللغبطة احنا بتشوفها يعني مش اللغة بنتبلع على اسرة التحكيم طيب اتحاد الكرة كمان قرر انه يفتح باب القيد الصيفي اللي عنده ساعدة للموسم الجديد يوم واحد اغسطس يعني من واحد اغسطس تبدأ اللي عنده تتفاوت وتشتري وتبيع لعبين تعرفين الدوري خلاص هيخلص يوم 25 يوليو بعدها تقريبا بست ايام هيفتح باب القيد 25 هينتهي للدوري 25 يوليو تعرفين طول شوية عشان مؤاجرات النادي الاهلي بسبب تأهره لنهاي دوري ابطال افرق النهاردة الاهلي لكرة السلة فريق كرة السلة نجح انه يوصل لي نهاي بطولة بل الافرقية فاز على فريق استنمالي بنتيجة 78-73 في مباراة نص النهاية عشان يلاعب دون السنغالي مساء يوم السبت القادم بإذن الله فيها المباراة النهاية بالمناسبة الاهلي النهاردة ما عملش مباراة جيدة أنا سمعت المحللين بتوع البسكت يعني بعد المباراة وقالوا ان الاهلي ما عملش مباراة جيدة أنا بفرج بصراحة برضو اتضيقت كنت حاسة انه في حاجات ممكن تعمل احسن بس انا مش خبير او في كرة السلة بس لما سمعت اتأكدت ان الاهلي ما عملش مباراة كويسة النهاردة رغم انه عمل مباراة رائعة جدا المضايقة اتمنى ان تبقى دي بس المباراة اللي مش كويسة والحمد لله انه الاهلي كون كون انه النادي الاهلي يقدر يوصل لهذه المرحلة فهو مش كويس ويكسب فدي حاجة عظيمة ده جمهور النادي الاهلي النهاردة جمهوركم معاكم نحقق حلم حياتنا حلو حلو عظمة وجمال وروعة والاهلي عظيم بصراحة الاهلي الاهلي عامل اداء رائع جدا بطولة انت عارفين في رواندا والجمهور معاه والاهلي عامل اداء رائع زي ما قلت لك فكرة انه هو حتى هو مش كويس قادر يكسب ده شيء جيد بس مفروض انه يتحسن الاداء كثيرا قبل المباراة السبت مباراة النهائي مباراة هتبقى صعبة جدا بكل تأكيد وكل التوفيق بإذن الله لفريق كورتسالة بيه النادي الاهلي بعد الفاصل فكرة فيه منتهى الاهمية مع ضفنا الكبير أستاذنا الكبير أستاذ حسن مستكاوي خليكم معي يهلا بحضراتكم مرة أخرى المقدمة المراتي هتبقى مختلفة يعني هو اللقاء ده أنا عادة باستنى من الإسبوع للإسبوع من الشهر للشهر باستنى الفرصة دي في الكرير كله يعني في الشهران كلها بقعد عيدة أقول مثلا إيه أنا طلعت معاه مرة 2-3-4 يعني فيه حاجات كده تحط في السي بي حاجات شرب مش مجابلة وهو عارف الكلام ده واتقبل ما روح له يعني بس كمان الأهم من ده أنه أنا وانا بكلم مع أستاذ حسن قبل ما أدخل على طول جاد في بالي فكرة مهمة جدا ربنا يا رب يديره الصحة والعمر طول الوقت بنسمعه يا إما في الراديو يا إما في التلفزيون مفيد من ساعة من وإحنا كنا صغيرين سواء وإحنا بنقرأ أو بنسمع أو بنشوف هو مفيد وممتع كالعادة عشان كده تخيلتها اللحظة وإحنا داخلين والله من الفاصل دلوقتي عشان كده دايما بقول إنه شرف كبير ليا إنه كنا نطالع مع أستاذ الكبير أستاذ حسن المستكاوي أستاذ حسن منور الضر الله خليك يا كريم طبعا بشكرك وإنت عارف إن أنا بعيزك قد إيه بعيز الجيل بتاعك وكله قد إيه يعني بجد جيل جميل جدا وناجح والحمد لله بالمناسبة أستاذ حسن كواس أنت فتاعتاش بردو أنا جانا لك تفكر فيها هل راك من أكتر الناس بجانب التطور الشخصي حضرتك إنك طول الوقت شخص متطور مع هذه المرحلة العمرية أنت كمان طول الوقت داعم لفكرة الشباب يعني دايما فكرة الشباب دي بيحصل لها مكومة من بعض الناس لحد ما يقتنعوا إنه الناس دي بتشتغل كواس بس حالك دايما داعم وداعم بشكل علني كمان بتقول ده بص لسبابين واضحين جدا أولا أنا بتريد الشغلانة دي الإعلام والصحافة والرياضة وكل حاجة يعني وأنا عندي 22 سنة أول ما خرجت على طول وديت الخدمة العسكرية كنت في بشتغل يعني وسفرت بقى وعشت كل الجيل الكبير الصحفين الكبار اللي في مصر كانوا كبار جدا يعني يعني مش حول أبوي يعني أسادزة بقى بجيد نعمان ناصب سليم الله يرحم الجميع الحمد للنحاس مهر فاهمي ربنا دي له الصحة كل الموحدين فاكري كل الأسادزة الكبار يعني مشجعوني حتى كمان إدارة الأندية يعني يعني كابتن حلمي كابتن صالح سليم طبعا أجيال أجيال كلهم شجعوني جزء من أسباب التشجيع أبوي أبوي طبعا حاجة حقيقة طبعا بس أنا لمس أنه أنت صغير بتبتلي أنا كنت بروح أقعد لغد الساعة وإحنا الساعة كام دلوقتي يعني الساعة 12 ونص مسلا وحدة في بطولة منطقة القاهرة لكرة السلة أقعد ساعتين ثلاثة عشان أرجع للأهرام وأنا بتمرن أكتب ثلاث سطور بالزبط من غير إسمه طبعا فإذا مثلا الأهلي على الجزيرة مش عارف 78 60 في دوري منطقة القاهرة كرة السلة خلاص يعني حاجة حاجة بسيطة جدا لك كنت بقى بقى سعيد والتشجيع فدين برت واحد دين برت اتنين أنا لما ابتديت كنت بحاول أعمل حاجة جديدة ضايق بس عشان بحاول أتعلم صحيح ومؤمن بقى أن كل الأجيال الجديدة في أي مهنة مش في الصحافة بس عندها جديد أصلا مش ممكن أبدا هقول ل محمد عبدالوهاب يغني بطارية عبد المطلب أو بطارية عبد الحمولي مثلا صحيح مش هقول لدلوقتي أنغام تغني بطارية أم كلسوم صحيح فكل زمن له شكل من أشكال التجديد فأنا بستفيد من أفكار الشباب اللي بيجددوا ده شيء طبيعي يعني وبعدين مش عايش زمني يعني يعني أنا عارف ده يعني مش مثلا يعني متحيز للزمن اللي فات لا لأن كل زمن ليه نجوم ولازم الواحد يعيش يعيش الزمن يعني يعيش للزمن اللي هو عايشه والشباب هو الزمن ده هو الجديد يعني لكن أهم حاجة إن أنا زي ما الناس شجعتني أنا بحب بحب قعدة الشباب الحقيقة يعني صح يعني يعني قعدة الناس اللي فسني لمو أغزى يعني معلش يعني يعني يعودوا زعلنين بقى والدنيا و أصلي و أصلي و أصلي و كون بنا في السن و السنة اللي جاي و السنة اللي جاي و أصلي أنا مش ناقص يعني تبقى ببسوط يعني حتى بعمل كده مع أولادي يعني يعني أنا أحب بقعد مع أولادي و صحاب أولادي آه تبقى مرسوط أكتر مش مش آه مش آه آه أباهات أصحاب بولادي يعني صح طيب حراك قلت لي نقطة و أنا عجبني إن إحنا دخلنا الحوار بالصدفة بالشكل دوت عشان حراك بتتسائل يومين أكيد و إحنا بنتسائل وإحنا أصغر في السن طول الوقت هو أنا لو عايز أبقى راجل صحفي هو أنا لو عايز أبقى محلل هو أنا لو عايز أبقى مزيع بتاع كورة دائماً السؤال دائماً تسيقل طول الوقت وأنا أعتقد أن حتى الناس اللي حراك بتشوفهم كويسين وناس متطورين وناس أنت في حتفية كبيرة بتشوف بعض النواقس شايف الحاجات الوحشة اللي بقت في الشغلانة وشايف برضو الحاجات الكويسة ببساطة زي ما يقولوا كده برشامة للناس وهي قاعدة بتسمعها اللي نفسه يشتغل الشغلانة بتاعتنا دات وفاكرها برضو بتبقى ببساطة شديدة تقولوا والله أنت بحتاج تعمل واحد اثنين ثلاثة اربعة وتبدأ تاخد أول الطريق بس يا كريم أي شغلانة في الدنيا زي الصحافة وزي الإعلام ما فيش فرق يعني لما أقولك الإعلام رسالة ما الطب رسالة الدكتور عنده رسالة صحيح المهندس عنده رسالة كل إنسان بيشتغل شغلانة في الدنيا مش عايز أصرف لك يعني وظائف أو شغلانات بسيطة جداً يعني لكنها رسالة كل إنسان بيشتغل لازم بيروح شغله ويعمل يحاكر حتى أقولك هاجا بنسمع كلمة ضمير مهني الضمير المهني ده حتى عند أنا آسف يعني عند الصنايع يعني يعني الرجل اللي بيصلح حنفية لازم يعند ضمير لو ما عندهش ضمير صحيح حيتحك عليك صحيح وبعدين لو ما عندهش ضمير ومش فاهم وجاهل ده ممكن يغرق لك الشقة مية أيوه طبعاً ماشي حط الكويتش أيوه يعني إزعى فلازم الضمير المهني ده الناس فهم أن الضمير المهني ده كلمة عند إيه عند الإعلامي عند الصحفي عند الدكتور مثلاً لا ده في كل مهنة في ضمير معني صحيح فيه ده لازم صحيح تشتغل يا أخي بأمانة وتشتغل حتى اللي حتى اللي حتى اللي حتى اللي بيوزن الفكهاني صح تروح تقول له ديني كيلوها هيدو لك أحسن فكهة فأي وتح تتفعله اللي هو عايزه صح فعدين بصابعه كده يروح لعب لك ويريمي لك تفرحية بايزة ونت مش واخد بالا ونت مش حاجة ونت مش حاجة حراك مرة كنت بره بره لكواليس كنت بتقول لي أنا بتكلم على تفاصيل الشغلانة آه تفاصيل الشغلانة أنا مجردت على السؤال بس فعلا بتيت قول لي مثلا إيه لما بتقرى قطعة صحفية دلوقتي من بعض الناس وحنا دلوقتي داخل معنا عالم جديد مش دلوقتي بقى خلاص هو بقاله سنوات علام السوشيال ميديا إنه حتى لما فيه صحفيين دلوقتي بعض الصحفيين بيبقوا فاكرين إن الصحافة بوست شكله حلو أو موزيع يطلع يقول مثلا كلمتين يولع بيه أو الحاجات السخنة دي آه والمحالل اللي يقول أي حاجة يعني ويسمعها تحليل كورة الحاجات دي أنت بتشوفها آه طبعا طبعا لما بتلمسها وبتشوفها بتوقع تفكر فيها بص آآ يعني يعني آآ وحنا بنتكلم على جزء آآ عشان برضو الناس بتكيشنا بتكلم على الكل لا طبعا الكل طبعا لا طبعا يعني يعني فيه ناس بتطلع آآ عشان تشتغل كلامي واضح اهو كلامي واضح طبعا عشان تشتغل فتسفه كل شيء آآ وتقولك ده ما عندوش فكرة ده هجاص ده مش عارف ايه الرجل حرام عليك أيوه نوع أي حاجة الرجل حرام عليك نوع أي جملة عشان اللي باقي اسمه ترند عشان تبقى ترند وعشان الناس تقعدوا تدور عليه عشان ايه تضحك عليه مش هتحترمه هي بتتسلى أنا ما بسليش الناس أنا بحاول طول عمري السؤسس هيك كان بيقول الصحفي اللي مش عايز يعرف مش هيعرف الناس يعني إذا أنت الشاغب ده لو مش عندك يعني ساعات أنا مش في الرياضة حتى بس بتستهويني معلومة مثلاً مثلاً معلومات كتيرة جداً يعني في الحياة يعني أحب أن أنا أسمحها يعني أو أحب أن أنا أحتفظ بيها وأشيلها أه لما حدي بكاتب حاجة حلوة أه طبعاً واكتبها طبعاً يعني 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 في 2002 ده ما تعملت حاجة اسمها في النهائي في ماتش النهائي يوم النهائي بالزبط تعمل حاجة اسمها كأس العالم الآخر بين آخر دولتين في تصنيف الفيفا اللي هم الناس البولدة قوي يعني كانت بوتان وجزيرة اسمها منتصيرات واللي عمل ده واحد هولندي وجاب عشر تلاف متفارج للماتش ده أنا بقى بقيت داخل بقى أي منتصيرات دي وفين هي وتركب إيه فكرة حلوة خالت الناس كلها تعرف وعندهم ملعب واحد ودي جزيرة فيها بركان والبركان ده غرق الجزيرة ودمرها لا حاجات أنا أحب بقى أعرف الحاجات يعني أي حاجة فإذا ما كنتش عايز تعرف تصحى الصبح كده عايز تعرف تتعلم يعني دي حاجة مهمة ده جوز مهمة جدا فأنت لازم تكون بتخلط بالرأي العام وانت خايف منه مش خايف منه يعني يا مرعوب يعني ما أصدش كده يعني بتحترم يعني خايف ملازم تبقى مدرك ان الناس اللي قاعدة بتتفرج عليك أو الناس اللي بتقرارك فاهمة كل حاجة طريقة انك انت تدي ناس محاضرة يعني تقعد تكلم في الشاشة كده تكلم تخطب الجمهور بتاعك كأنك يعني دكتور في الجامعة وهم تلاميث ده ده خطأ الناس دي فاهمة كل حاجة ده خطأ كمان طبعا لا انت انت تتكلم من قلبك وبصدق وبعدين تقول حاجة مفيدة بعدين أنا ما بحبش الكلام القديم يعني حتى لو أنا قديم بكره الكلام القديم اللي هي نصوص عملين نقولها أنا يمكن قلتها من سنين طويلة جدا وقتها وقتها يعني أنا أول مرة سفرت أو تاني مرة سفرت أفريقيا عشان نروح كينيا مثلا مع الزمالك أو مع الأهلي بنطلع باريس أو مدريد تطلع رحلة مش عارف خمس ساعات بعدين ترجع عشر ساعات طيران حاجات شقة جدا كانت رحلة شقة فدلوقتي لما فيه صحفي يطلع مع الأهلي في طيارة مثلا أو يروح في رحلة خاصة دايريكت فلايت أو رحلة مباشرة يعني بعدين يقولي رحلة شقة ده كلام قديم بقى خلاص بقى صح يا عم إحنا كنا بنور كده من 40 سنة لكن دلوقتي ما بقتش رحلة شقة بنفس المشقة بتاعت زمان صحيح اتغيرت صحيح تقولي بقى أصل التدريب وأصل الانسجام وأصل فلان جه الفريق النادي ده الشرع لعيب واللعيب ده ما ركون على الدكة عشان ما بشي نسجام يا عم وقلتوا ما بتشيبوش العالم صحيح يعني محمد صلاح طالع من روما على ليفر بول تاني يوم لعب مطش في الدولة الإنجليزية وعادي جد وعادي جد ولا تعب ولا مجهود ولا صفر لا ولا نسجام ولا قعد له صهرين يعني لا محتاجي يعني نسجم يعني نسجم مع البرد والتلج ايه الكلام ده يا عم ده ايه عم الكلام ده طب اي راعك هل في مرة مثلا وانت على الهوى معلش يعني واجد أولاد حضرتك والمحيطين بيك ومنك انت دايما بتقعد مع الشباب حد قالك ما تعمل قصف جابها كده حلو ما تعمل الحاجات اللي بتجيب تريند ديت ما تقول جملة كده حلوة من الناس بتحبها ديت طبس الناس بتحب دلوقتي الاغنية الخفيفة مش عايزة الاغنية الجدة هل حد لعف منك قبل كده هل انت نفسك فكرت في حاجة زي كده طبعا خلاص يا مهما والسهل ايه اقول لكم نهاردة الاهلي كان زي مش عارف ايه والزمالك كان زي مش عارف ايه والحاجات دي اللي بتجيب من غير بقى لما توقع تفاهم لا قصف انا يعني وانا قلت قبل كده الحقيقة يعني يعني النقد العنيف اللي انا عملته للاهلي والزمالك اللي هم ما حادش بقدر يرب لهم دلوقتي كلام بواضح ايه حادش يدر يرب لهم حادش يدر يرب لهم يعني انت تنتقد انا بنتقد الاهلي والزمالك مسلا طبعا بس انا عارف ان انا لما انتقد دلوقتي انا بخاطب جيل مختلف عن الجيل اللي كنت بخاطبه من سنين فانا انتقدت الاهلي والزمالك نقد عنيف جدا من سنين طويلة ما يعني وكان فيها يعني شخصيات مرعبة يعني في الاهلي وبالزمالك صحية صالح سليم حسن حلمي نور الدالي يعني يعني ناس كبار يعني شخصيات عظيمة جدا يعني وكنت منتقد نقض عنيف جدا ولو قلت لانا كتبته في الاهرام دلوقتي يقول لك ازاي عملت كده ازاي تكره الاهلي وبتكره الزمالك لا لا ازاي ازاي وانت تسير التعصب انت تسير حالة الوربع اه طبعا اه يعني انا مش عايز اقول لك مثلا النمازج لانا لو قلت النمازج عن الاهلي لازم اقول لك عن الزمالك عشان في ناس هتاخد كلامي ايوا ان انا على طول دلوقتي مهدا الزمن بعد انا اقول لك الاعلان هيبقى ايه اه 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 ايه اه اه ساز حسن مشتكو يهاجم النادي الاهلي قبل مهورات نهاية دورة ابطرافل ايه طبعا انا على طول اه انا شوف انا بنحكي فيه ولابا تكلم على حاجة من 30 سنة مش كنا عب نجري وراها دي مش ممكن يعني بصعب جدا انك تغطو الوقت بحسابك بس انا مقدر ده انا فاهم من ده انا فاهم ان دلوقتي في شباب كتير تطلعوا عماره بالمعنى الواسع للشباب سن 13-14 سنة لسن 30-40 سنة مثلا يعني صحيح في كل واحد مع جورنان صفحة على تويتر او في الفيسبوك وعايزوا الرأيه بقى مشارك غير زمان كان متلقي بس طبعا طبعا انه هو مشارك طبعا بقى بيتلقى لا دلوقتي بقى ده مشارك فبير رأيه فبير بيتصور احيانا ان نقد الناقد ده يعني شجاعة او يعني انما انت في النهاية تحترم الجمهور بتاعت ايا كان الجمهور قارئ او مشاهد او مستمع مسألة دي مهمة جدا تحترم زكاؤه تحترم طريقة تفكيره تحترم اراءه وانا مستعد بتعرف حد اللي اختلف معايا برد عليه واتناقش معايا ما يهمنيش اختلف زي ما انت عايز بجد يعني لكن تسيق لي انا لساني طويل على فكرة يعني ما بيهمنيش بس بس بي فرق انك انت بيت شخصية عامة فما ينفعش الشخصية العامة تخش في وصلة سباب او اساءات يعني لهذا غير مقبول على الاطلاق يعني اسهل حاجة يعني اقول له مع السلامة انت بقى يعني ما انتبقاش لا فرند ولا فلورز يعني اللي بيسموها البلوك اه البلوك يعني اه وانا عرف ان انت شايح في القصة دي اوي يعني انت يعني يوم ما تعمل واحد بلوك داي اللي هو واحد تجاوز تجاوز مش طبيعي بص والحمد لله اه يعني 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 حتى كمان ما طول ما انت بتحترم الناس اه تحترم الناس بمعنى ده مش كلام تلفزيون او احنا بتلفزيون طبعا طيب ده مش كلام تلفزيون طبعا طول ما انت بتحترم الناس الناس هتحترمك يعني الاحترام ده دايرة بقى واسعة جدا بقى انا بتكلم على الاعلام كمان يعني الاعلام ده اي اعلامي لازم هو يخاطب هو يخاطب الرأي العام دي حاجة مهمة جدا وخطيرة جدا لازم يكون الخطاب بتاعك في ثقافة وفي لغة بتتنقل وفي كلمة بتختارها وفي طريق كلام تونسوت وشي تونسوت وفي في ألفة وفي صداقة وفي صدق صحيح حاجات دي هو بيحس بيها المشاهد على طول المشاهد والمستمع والكاتب والقارئ وكل حاجة على طول بيحس انت كاتب من قلبك بتتكلم من قلبك ولا لأ عندك حاجة تقولها ولا عندكش حاجة ولا اي كلام هو مش بص ملو الهوى ده كلمة خطر جدا وصعبة جدا مفيش حاجة اسمها ملو هوا اللي بيملي هوا ده يعني بلونة بنفخة وخلاص وحتطرقعة في الآخر ايوة لكن مفيش حاجة اسمها ملو هوا لا في اجتهاد وفي تعب وفي شغل في اجتهاد وتعب وشغل وجديد واحترام للناس واحترام للمشاهد واحترام لله الحاجات دي كلها مهمة جدا جدا يعني استفادة العظيمة من كل كلمة من أستاذ حسن واشكالا بحب اللقاء ده اشكالا انا اعتقد ان اسمها حسن حتى انا عارف ان انا بغضل شوية في امور بس عارف بحس ان انا بكل يعني ايه الحوار لاي انا بشكل شخصي انا متأكد ان احرارك في المستفلين لا لا والله ده صحيح يعني يعني حاجات بتبقى اسمها دايما متسابة ودايما انا اقول لنفسي واقول للناس اللي حولي ولما يبقى فيه اسدزة زي حضرتك انه ما هو دول الاسدزة دلوقتي انه احيانا الناس بتتوه يعني تتكلم حد يقولك ايه بعض الشخصيات يقولك ايه يا عمو ها ده اللي بيجيب مع الناس الكلمة الشهيرة دي ده اللي بيجيب مع الناس ده اللي انا باخد فلوس بساوه لما اعمل حركتين دول فيصبح المجتمع بدون قصد انه كله بيجري ورا الفكرة دي العب ترينت خد فلوس كتير فانت كده شاطر ويتقال ايه النجم الكبير الشاطر عشان هو ليه فلورز كتير لا بص يعني انت لو عايز تبقى ليك فلورز كتير ممكن 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 تهجس كتير فحيبقى ليك فلورز كتير ليه عشان يتحقوا عليك يعني مش مش مصدقينك يعني بس يتسلوا بيك لكن ممكن يبقى ليك فلورز كتير برضو نسبيا يعني لو أنت بتقول حاجة مفيدة حاجة كويسة حاجة فيها اجتهاد وشغل وتعب آه فيها تعب حاجة حلوة بتبسطهم معلومات مهمة يعني يعني تعرف أنا يعني كل يوم مثلا بلاقي شوية معلومات قد كده بابقى نفسي أحطها على صفحتي يعني أي معلومة على فكرة مش رياضة بس الناس تستفيد أنا استفدت منها لما شفتها فعايز الناس كمان آه آه الناس تستفيد وتعرف يعني أنا بشوف أن الواحد يعرف الناس يعني دي حاجة حلوة جدا يعني حاجة جميلة حاجة مفيدة يعني أن كده تتعرفهم خش في الكرة خش عايزة خش لها آه آه أنا كنت عايزة رايحك من الكرة شو هي والله استيش شاب فوق قالوا لي عادي الناس مع عزوز حسن أولا ألي هيوصل هيكسب البطولة ولا بص في سكتين حصلوا مع الأهلي في في البطولة دي أول ما طاهر الطاهر ضايع البنالتي بتاع الهلال ناس كدير قال لك ده أهلي كده حياخد البطولة أيوة لأن القدر الدراما دي آه الدراما دي سكريبت الكرة زي بيقول الدراما الدراما دي أما خلاص الأهلي كان طالعا صح الدراما دي آه أنا خوفتني أكتر أنا بخاف من الدراما لأن الدراما ممكن يبقى فيها دراما آه تمام آه اتسألت قبل متش الوداد و سان داونز أنت تفضل الأهل يلعب مع سان داونز ولا الوداد والله أنا عارفني النس هتختلف معايا وكل واحد ليه وجه النظر أنا قلت سان داونز وهي أحسن فئلة بتلعب كرة في أفريقيا عشان الجيم مفتوح آه أنا بشوف أن اللي يلعب جيم مفتوح مع الأهلي آه بشخصية الأهلي دلوقتي والتكتيكي اللي بلعب به مارسل كولر والتطور اللي حصل في أدالي الفريق يقدر يتعامل بصورة مختلفة مع سان داونز هو بس عشان دلوقتي عطول اللي بيفرج علينا يقولك إيه هو الأهلي لعب مبرامة فتوحة قدام الأهلي في مبارات العودة في دور المجموعات وخسر خمسة لا أنا بش بتكلم على الأهلي أنا بتكلم على الأهلي مع مارسل كولر اللي تطور ما بعد هذه المبارات بالزبط حصل تطور وبعدين تجربة المسيماني مع سان داونز كان كسبان 2-0 في القاهرة ورح هناك عقت سان داونز خلاها مسك كرة طول الوقت بس مش عارف يلعب يلعب بالتمنتاشر صحيح مثلا يعني صحيح فانت كنت شايفي لحنا يلعب أنا شايف سان داونز ولأن شكل القوة بتاع أي فريق بيختلف من فريق الآخر يعني فيه فريق زي سان داونز قوي لأنه بيهجم كله ده قوة بس لما تسأل نفسك هو زي فرقة زي دي بتلعب كرة حلوة وما بتكسبش بطولات مرة واحدة بس تفتكر مطش الوداد الأخير بتعرف هي لي بتخسر بطولات يعني هوا الجملة لي بتاعت معندهم الشخصية مش معندهم الشخصية شخصية البطل يعني لا مش شخصية البطل آآ ما بيقدرش الفريق يعني يلعب بتركيز شديد جدا بطول 90 ديئة آآ بيبقى فيه أخطاء سازجة جدا بتضيع الكرة الحلوة وانتصارات الحلوة اللي هو بيعملها الوداد زي شمال أفريقيا بيركز وبيلعب بتكتيك وبيدافع ومش بيفقد تركيزه طبعا ما نبصرش للترجي الترجي في حالة يعني صعبة جدا دلوقتي ما هوش الترجي البطل اللي احنا أعرفينه صحيح ولا الرجاء عشان رجاء حتى مش في أفضل ولا الرجاء طبعا بس الرجاء عمل مطش هنا شط أول كان كويس جدا في النهاية هو الأهلي عايز بطل ما هي مش هيلعب مع مين هو فيه بطل وهو مارسل كولر قال كده على فكرة قال أنا مش هاختار قبل سانداونز والوداد صحيح قال أنا مش هاختار ألعب مع مين لأنه هو عارف كويس وهو لو عايز البطولة يلعب مع ده أو يلعب مع ده لازم يكسبه يعني مش هينفع بالاختيار هسألك على حاجة بن كوسين الناس بتقولها طول الوقت أنه طول الوقت طول ما الأهلي بيكسب أو بيتقدم أو بيوصل في بطولة أو بيحقق إنجاز يقولك الأهلي الحظ دايما بيخدمه الأهلي بيكسب بالحظ تسمع أنت الجملة دي كتير أكيد وطول وقت بتعدي الأهلي محزوز ما لما كان قطر الطائر كان جبها ما كانش الأهلي بيوصل للمرحلة دي ما كنتش قلت أن الأهلي عظيم والأهلي كبير والكلام ده رأيك كيف الجملة دي لا طبعا ما فيش بطل ياخد كم من البطولات دي بالحظ ولا نادي الدولة ولا نادي النظام ولا نادي مش عارف إيه لا ده كلام مش حقيقي كلام يعني بص إحنا 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 الشعوب الحقيقة يعني برضو الرياضة دي حاجة جميلة جدا وجزء من جمال الرياضة أنك تبقى عارف قيمة المنافس بتاقي قيمة البطل جورديولا طلع من يومين نتكلم قال أرسنل ولولا أرسنل والأرتي طب مش عارف إيه الناس دي خلتنا نلعب كرة أحسن ونتطور والمنافسة اللي معاه هي اللي علمتنا وخلتنا نطور من نفسنا طالع يشكر في الفريق اللي انتزع منه اللي هو يعني الناس كانت بتقول على أرسنل ده فيل طلع الشجرة ومحدش عارف هو طلع إزاي وحيقع لأن الفيل مش ممكن يطلع شجرة أيوة فحيقع مية في المية ووقع فعلا بس إيه المنافسة اللي كانت بين منشستر سيتي وآرسنل بيبقى رجوع علي أنها فادتني طبعا فادته شوف شوف الكلام ماش قال لك أصلا نكون تواثق أن احنا هنكسرهم الكلام ده البليد غالبا بيدور على حاجة يعني ينسب لها نجاح الآخر يعني الأهلي مش ممكن ياخد مية وثلاثين بطولة في دوري وكاس طب ملاش يعني الأهلي يعني ما أعتقدش أنه عدى سنة من غير ما ياخد بطولة صحيح سبعة مرات وربعات أربعة مرات وربعات ثلاث مرات وربعات هو كل ده حظ يعني صعب لا طبعا يعني صعب وده مش حقيقي يعني أنا مش بقول كده عشان يعني أنا بشجع الأهلي أول أول لا أنا بقول اللي حصل بكررواقع بقرر لكم مشهد يعني 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 ده 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 مش معناه يعني أنا بقول تاريخي يعني حاجات حصلت أرقام وأرقام ويعني هي وهو دي الحقيقة يعني صحيح حسن أستم كمبالين هذا الحوار الممتع مع أستاذنا الكبير وأستاذ حسن المستكية وبعد أزال فاصل نواصل خليكم معنا طيب أستاذنا الكبير حسن المستكية وهذا اللقاء اللي بقعد أبص عساها وقول يا رب ما يخلص عشان نواصل الحوار دايما ممتع مع الأستاذ حسن قبل الفاصل كنا نتحدث عن الأهلي ومشواره في بطولة أفراكيا ويأستاذ حسن قال إنه لو الأهلي عايز يكسر بطولة فبي يهموش المنافسة سواء كان الوداد اللي فعلا هو اللي في النهاية أو كان حتى سون داونز عايز أقلك تحديدا هو وصل دوقتي نصف نهائي كأس المغرب يعني الوداد طبعا عايز أقلك تحديدا على مرسي الكورر رأيك فيه طور كتير جدا من تكتيك لنادي الأهلي من صنع من البلايميكر بتاع نادي الأهلي حمد أسألك حمد فاتحي الساعات بيبقى حسين الشحات هو اللي بياخد الكورر من تحت ويشتغل ساعات بيشتغل بيديانج اللي هو أصلا ما كانش بيعمل الكلام دوت بس هو الفكرة أنه رقم عشرة للرقم عشرة التقليدي اللي هو كان بتاعزبال دا مش موجود مابش حاجة اسمها رقم عشرة مهلش مهلش بقى مهلش دا الكلام اللي انت بتقوله دا اللي غلط دا كلام قديم ماشي ما ببقش فيه لأن بس 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 ما كان بلبع ثانية واحدة بس ثانية واحدة بس ثانية واحدة بيرسي تو بلاي ميكر الشحات بلاي ميكر حمدي فتحي بلاي ميكر مروان عطي بلاي ميكر حتى ديانج اللي مكتبها في وصف بلاي ميكر طب هو ديانج من إمتى تقاكن دريبلر ويروح بالكورة من نص الملعب استمراته كان ضعيفة جدا دلوقتي بيروح فين بيلعب في الليمين في الوانجليمين صحيح بيروح كتير في الليمين صح مش كده اه حمدي فتحي كان بيخت偵ب من أيام مسلماني بس دلوقتي مش حمدي فتحي باس 900 الملي بيخترق لا الشحات بيخترق وس A و fisito بيخترق وديانج بيخترق بس بيخترق بشكل مختلف حاب باس النقطة عن دونوقتي تركم عشر دي أفش مسلا مثلا السن boxes اللي فاتت كان أو السنpoque واللي قبلها واللي قبلها كان متقلق جدا مع بيتسو مسلماني راجلsil كان بيعلعب أاربعة ياخده يرجع بيها يوديها لقدام ويشتغل فقفش نفسه ما بقاش عارف يبقى ليه دور في تشكيلة النادي ما فيش رقم عشرة كريم صنع الألعاب بص معينش مين رقم عشرة في منشستر سيتي ما بقولش ان احنا نلعب زي منشستر سيتي بس مين هو رقم عشرة القسطة اللي هو في منشستر سيتي اللي كل ما الكرة تروح لواحد من زميله يرجح له تاني عشان هو اللي يبتدي وينوع في شكل الهجم ما فيش ليه الفريق كله استوات الفرق كله مجموعة من المهارات والمهارات اللي هي المهارة بتظهر عندها الضرورة وفي وقتها زي الكعب مثلا اللي اتعمل في المطش الاخراني ده مش النهاردة المطش اللي قبله حاجات كده شوية مهارات بتظهر بس في الأداء الجماعي لكن ستونز بلاي ميكر دي براين بلاي ميكر جوندو جاند بلاي ميكر يعني ده فيه كذا واحد فودن ممكن يبقى بلاي ميكر وهكذا كل واحد تنسيله السنة اللي فاتت كان أبرز صنع العاب في منشستر سيتي البيعب كله بيبدأ من عنده رودري مثلا بلاي ميكر كل واحد من دول بيعمل بيصنع بيصنع هل ده سبب أن أفش بعيدة عن تشكيلتها تلالي؟ أنه التطور اللي حصل في شكل التهديل زي ما حاجة بتقول أنه مبعش فيه رقم عشرة تقليدي بص رقم عشرة تقليدي مبعش موجود يعطل أي هجوم صحيح لأنك أنت لو اللي خلى عبدالله السعيد يبقى مميز قوي بدي أن قراره يعني كرة وهي جايله عارف هو يعني تلاقيه عبدالله كرة جايله تمريرة على الأرض روح لعيبها مباشرة جدا عكسية لأنه مقرر وهي جاية هيعمل التمريرة كده صح لكن تقف على الكرة وتبص وتطور ده خلاص صحيح ده بينتهي أنا بتكلم على مستويات عالية من الكرة طبعا كيفين مستويات تانية لسه فيها القسطة لسه فيها القسطة يعني في القسطة طبعا هو زي ما حقولت فيه رقم عشرة ورقم ستة ورقم تمانية ورقم مش عارفين رقم عشرة فعلا بقيت فكرة عديمة في العالم كله بس هو للأسف موجود طبعا فكون أن الراجل بيتطور ده ده دلوقتي وبيلعب آه طبعا يعني المطش الأخراني آه المطش الأخراني بتاع الترجي آه اللي الأهلي كسب واحد سفر آه في الكرة آه عمل حاجة أي حد يلاحظها سيبك بقى من إيه الناس تقولك بلعب أربعة ثلاثة ثلاثة بلعب ثلاثة أربعة ثلاثة سيبك بالكلام ده أربعة أربعة واحد آه هو لعب خمسة خمسة آه ودي أصعب حاجة في الكرة إنك أنت تلعب مطش أو مش عايز للترجي يقرب من الجن بتاعه من الجن الأهلي فعمل خمسة مدفعين آه أربعة بتوخط الظهر وعلي معلول ما بيطرش خلينا أنا بتكلم على حاجة لازم تبقى فكريها كويس وهاني ما بيطرش في المطش ده مه ما بيعدوش نص المعرعب خصوصا في الشرط الأول فالأربعة واقفين وراء ومهاروان عطي ومهاروان عطي قدامهم آه الخمسة التانيين مين ديانج حمدي فاتحي برسيتاو كهربا الشحات صحيح دول اللي بيعملوا الشكل الهجومي طب الأهلي لعب مبارح وخدت بالك الفرق ما بين تكتيك الأهلي وبيلعب في الدوري المصري وتكتيك الأهلي وبيلعب في أفريقيا صحيح الخمسة خمسة دي ما بقتش بتلعب مبارح لا الأهلي بيهجم وين بيه فرقة فيها مفاجآت وآخر ثلاث مطشاط عملة مطشاط كويسة جدا طبعا لكن الأهلي عمل ايه بيهجم بسرعة وثمانية وسايب ياسر ومتولي بس اللي ورا ما يقدرش يعمل كده بمشاط أفريقيا طبعا هو التكتيك ده مش يتغير طب يقولك هو الراجل ده مش هيلعب مش يعمل روتيشن لا إذا ابتدى المطش بروتيشن بقى فيه ثلاثة بعض النظر فيه إصابات ومش عارف إيه لكن فيه ثلاثة جدا بديها ثلاثة وستين راح محطت ثلاثة جدا تانين صحيح بقى عنده ستة اتغيرهم صحيح وحيغير المشاط الجاية كمان طريقة هجوم الأهلي شيل فلان وفلان وفلان مش هتضايع طريقة الهجوم خالص مش مرتبطة باشخاص أو بنجوم صح أنا عملت منظومة فيه سيستم صح فيه تكتيك هو بينفزه باستمرار بفلان وفلان وفلان مش هتفرق لكن أصيح يمكن فيه فروق بسيطة بين لعب و لاعب إنما في النهاية السيستم ماشي بنفس الطريقة بنفس الطريقة طيب آه بشوف إن ده طبعا النجاح يعني نجاح وبعدين هادي بقى وبتفرج عن مطش وهو واقف هادي وبتاعدا ما بيعودش بقى يعني يعمل لقطات يعمل آه لقطات بقى وبتاعدا طب ده مرسي الكور بالنسبة لأسريه بيخترع بيخترع بجد يعني يعني أنا أنا دلوقتي أنا مدرب جاي مصر أنا من كولوبيا و جاي مصر أنا من سويسرا و جاي مصر أي حد يعني أي بلد أي بلد أي واحد أجنبي ما تقوليش إن كنت بتفرج على الزمالك أو الأهلي في كولومبيا أو في وإنت في لندن بتتعلم مش عارف مع ليفربول ولا من زي ما هو قال يعني أو زي ما أنا قريت إن هو لا إنت جيت تتفرج تقعد تدرس الزمالك ده دراسة كاملة لما خدت دور يوكاست تشوف أخدوا الدور يوكاست إزاي مين اللي كانوا نجون بلعب إزاي اللعيبة وبعدين إنت عندك تمرين أنا مش فاهم إنت إزاي تجارة في المطشاك التمرين دلوقتي ما بيتش بجارة التمرين يعني أنا كنت تتفرج على تمرين الأهلي والزمالك والفرقة الكبيرة في الملعب بالتمرين وبحضر التمرين والجيل اللي أنا كنت بحضر التدريب بتاعهم عارفين إن أنا كنت بحضر يعني تدريب في الوقت ده كان لا يماثل للمباراة دلوقتي أي تمرين بيماثل للمباراة المواقف تبقى في المباراة ما بيبلكش مثلا مثلا يعني تعالنا أنت تتمرن على الشوتينج على الشوت يعني فكل اللعيب يخش على ويروح شرية شوت لا يا عم هو في المطش إنت هتبقى بتتفسح وتخش على الثمانتقصر وتشوت لا إنت في التمرين التمرين اللي أنا بكرمك عليه ده اللي يسموه المحاكرة حيائية في التسعينات أنا شفته في التسعينات في الأهلي وفي الزمالك على الشوتينج تزديد يعني واحد حيشوت خش يا أفشا شوت تلاقي خمسة أو ستة من في التأسيمة أو مدافعين دخلين عليه عشان يعملوا له موقف بيبقى في المطش فأنت حضرتك عايز تجرب المسلوسي وينجليفت عايز تجربه وسط ملعب زي ستونز عايز تجربه ومش عارف قلب يدفعه ويطلع يهاجم ما تعمل ده في التمرين وشوف النتيجة وشوف النتيجة حتى لو كانت النتيجة مش تبقى 100% طبعا لك هتديلك الانطباع طبعا فأنت بتألف وبتخترع في مطشات مهمة محدش يقول لي أصل الزمالك خسر البطولة وأصل الزمالك مش عارفه لا الزمالك بيلعب على بطولة بيلعب على بطولة كاس مصر ودوري أبطالة أفريقيا مركز تاني مهمة لا وكمان بيلعب آه طبعا دوري أبطالة أفريقيا عايز يدخله لكن دلوقتي حاليا بيلعب على عايز ياخد البطولة بتاعة كاس مصر فأنت بتجرب إزاي أنت بش ياخد بالك إن الزمالك لازم ياخد بطولة عايز بطولة جمهورة عايز بطولة ده جمهورة عايز بطولة وعايز كرة حلوة كمان عايز لاتنين إن الوضع كمان يعني دايما لو بتيجي يعني حلاج مثلا مثلا بتستلم مؤسسة صحفية وعندك فكر جديد لهذه المؤسسة مش أول ما بتيجي تقول لا هاتلي بقى الدول اللي تحت ده تخليهولي فوق اللي فوق ده لا طبعا بالتدريج هو فجأة دخل عمل صورة فنية لا لا طبعا ده لازم تعرف تعرف كل واحد إمكانياته إيه وقدراته إيه ولازم تذاكر ولازم يعني أي حد يعني مثلا مثلا واحد جديد مالوش علاقة بالاتحاد الكورة يعني ما جربش المسألة دي أبدا والأهل حخش الانتخابات ونجح يخش بقى المقر يعود لشهرين ثلاثة يذاكر يفهم الأول أيوة مش يخش يروح عامل مقرارات لا افهم الأول بس الدنيا مش زاي أنت أصلا جاي من أنتش عارف قاليك لتصور أنت مذاكر انجلترا للتحال الإنجليزي يعمل إزاي سممكن ظروف هنا لا تسمع طبعا مش تقول أنا أولا محدش يعرف مين مجلس ضرط مجلس ضرط للتحال الإنجليزي لكن إحنا كعرب مشهورين تعرف رئيس للتحاد وسكتير للتحاد والمتحدث الرسمي والمتحدث مش عارف والمدير المالي والمدير المالي والمدير شوني قاناية والمناسبة حسن بقى أرى مرة واحدة بشتغل ولا رحين لا مرة من شهر كده في القصة بتاع القهربة ديت فبقى أرى على الفيديو يقول أخبار تخص الموضوع بتاع القهربة والإقاف ولجنة الاندباط والقصة الطويلة دي فالشباب كنا محضرين مع بعض شوية حاجات المادة كذا في القانون والقضايا الإداري بيقول كذا والقضايا اللي مش عارف إيه بكذا أنا عدت حوالي خمس ده طب إحنا مانا إحنا مانا مضطرين لين نتحدث عن أمور قلونية وحاجات دمائة إيه لوحي بنتكلم في الكورة وعمري ما شفت الاتحاد الإنجليزي بيبرر ويشرح للناس المادة قانون كذا مش عارف إيه بيقول كذا بعدين بقى يقولك إيه هل تقولت رأيك ليه في مشكلة كهرباء طيب أنا حقول لك أنا حقول لك بقى أنا حقول لك أقول إزاي إزا كان فيه مستشارين مع تقدير الجميع ليهم وجهة نظر ومستشارين أخرين لهم وجهة نظر تختلف عن وجهة نظر المستشار الثاني يعني إيه بمعنى يعني هل القضاء الإداري بيأجل فيقولك لا ده القضاء الإداري بيقول طالما طالح حكم فهم أهم قضروا أكيد بالقانون فيعني أنت بتبقى مستني مستني مني أنا قافتي قانونة دي أنا على فكرة في الحتة دي لما كان يجلنا مشاكل القانونية في الرياضة يعني مش عارف إيقاف حاجة مش عارف قرار من وزرط أنا أقول لهم في الأهرام هاتوا مسؤول القانون المحرر القانوني بتاع الجورنان عشان هو اللي يكتب الخبر ده أنا مش فاهم أنا مش بتاع قانون مش مضطر أنا مش بتاع قانون صح يعني أنا معرفش القانون اللي هو القضاء الإداري والقضاء المش عارف الحاجات دي أنا معرفهاش يعني ما قادرش قافتي فيها يعني فما قادرش أقول رأيي لأن أنا فعلا يعني ممكن تبقى فيه رأي طباعي رأي مبدائي رأي من وجهة نظري يعني أنا وجهة نظري من زمان لحد ياخد حد من أهلي ولا حد ياخد حد من زمالك رأيي كده طول عمر يعني مش لازم تبقى فيه مع ذلك حرب النجوم دي مستمرة بقالها خمسين سنة والأهلي والزمالك رئيس نادي الأهلي ورئيس نادي الزمالك في سنة سبعة وخمسين عملوا اتفاقية معاهدة ووقعوا هو وقعوا وده وقعوا وتاني يوم المقال يعني مش اتفاقية دولية يعني فهي دي سهل نكسرها يعني نلسى بكم مني الحوار مع أستاذناك كبير وستاذ حسن المستكاوي بعد هزال فاصل خليكم معا يا رب حضركم مرة أخرى لسا مكمل مع أستاذناك كبير وستاذ حسن المستكاوي هذا الحوار الممتع جدا هتطلع لك شوية صور لطيفة كده فيهم شوية مواضيع برضو حلوين يعني نبدأ بسرعة أولا لو جاهزة معنا جماعة نعرض على طول عشان على حياخد رئيس الحسن فيهم يعني دي أول واحدة مش عارف عدت عليك ولا لأ دي الصورة اللي نزلها اتحاد الكرة بمناسبة مقاوية اتحاد الكرة الصورة دي كابتل عسام الحضري وعدد كبير من هجموها جدا بما يعني عشان ما فيهش كابتل عسام الحضري في تاريخ اتحاد الكرة ومنتخبات مصر فيش كابتل حسام حسن ما فيش أسماء كبيرة يعني عدت على منتخب مصر اتحاد الكرة نزل الصورة دي مرتين قاعد يغير فيها ويغير البوست مرتين وبعد كده شلها خالص لما لها نفسه عم ما ليتهاجم فاحنا كان فيه خناق ايوان عارف والله انا جاولت كده من يومي كنا منتخنق على صورة نزلت على الفيسبوك اولا انا ماسك نفسي متضحت على الصورة نفسها الصورة نفسها ليه بقى سبعنا يا جماعة شوية متشروعش مقاوية ايه دي اه ايه دا ايه دا الصورة دي بتقول ايه ايوان يعني انت لو عايش تعمل احتفالية بمقاوية اعمل شعار يا اخي اعمل اعمل رسمة اعمل حاجة اعمل حاجة احطت لعيبة عشان كل واحدة يقولك شمعنا انا لا طب لا عزبال ايه باع برحمة نتروزي مش حطه ليه ايو اللي جاب جنين في كاس العالم طبعا احنا عادنا اربعين سنة مجد عبدالغاني بيزلنا لا هو فيه ملحوظة مهمة اولا حالك ماخدش بالك منم السورة دي تمام فيه راجل افريقي محترم معانا في السورة ايه طبعا محترم جميل بس يعني تمام اه بمعنى دا كنت حط نجوم مصر يعني ممكن تحط حد ما كان الحاجة الاحتفالية دي بتعمل رسم مبتكر صح مطيفة حاجة كده جميلة وشيك وشيك اه وشيك مش تمسح يبقى عامل زي البورس وايو انا سبعت ذحك من برة اصلي كان فيه مرة عملنا بطولة اعملنا بطولة و زمان يعني زمان اه و عاملنا تمساح انا حسيت انه اعزة اضربه مش شير اقولك معلومة بسيطة بس عشان لسه جايبها النهاردة ايه دي ايه دي هاي جايب دي لانا اقولك معلومة بسيطة عرفتها النهاردة الصورة دي قصة كيتلعت صورة كيت عندهم قديمة فقالوا ننزلها في احتفال ما أولا يعني هو ما عملوش حاجة يا أمي ما حدش عايز يتعب دي صورة قديمة ما حدش دريان بقى وإيه ده بجد ده إيه ده الصورة دي إيه ده الصورة دي اللي حطت الصورة دي ده واحد من شعال ما بيشوفش الدنيا فيها إيه صح صح يا خربي هات اللي بعدها يا أمي بس ما تنبسناش بقى لا حيال بسيطة نعمل نضحك والسوري بعد ضرب الجزال أنا خدت بالي طبعا من الحركة دي ليه بقى أي يعني كتير أنا يعني إحساسي أنا بالصورة دي أنه بقول يا لهوي اللي أنا عملته ده اللي أنا عملته حسنت أنه يعني حاجة كده يعني هات اللي بعدها على طول لو رؤى بيهاجم كثيرا أنا وكانت طرى بيسترداد المبناء المضاية بين الشوتين عشان بيهاجم كثيرا من جميع النادي الزمالك هل يستحك رؤى الهجوم من الكاس حالي ده لا لأ لعيب كويس بيحاول يقول إن هو موجود فيه لعيبة كده تشتغل تشتغل في الملعب بس يعني لا تقدر القبول يعني مش عارف دي حاجة يعني بجد يعني غريبة جدا يعني فيه لعيبة تانية تشتغل من أول مباراة تحس إن عندها نجمية صح ومحبوبة حتى لو ما عملتش نص المجود آه حتى لو عملتش نص المجود بس خلاص هو نجم يعني الحقيقة بحاجة ظاهرة غريبة جدا صح بس ده بتليه في كل مجال يعني مصبوط لا وفيه لعيبة في العالم كده برضو يعني فيه لعيبة في العالم ما تبقاش لها شعبية لعيبة تانية بتعمل أقل من المجودة السورة اللي بعدها أحنا عبقادة لوحات إلوف وإنه بيحتفل يعني أنا بفهم أنا بفهم إن ده تعبير عن مش عايز حدي ينطقت مش عايز أسمع مش سامع حاجة كده يعني مش فريق معي آه يعني آه لا يعني تفرق معاك تفرق معاك نقض بتحرقوا أكتر بس آه لما تضيع آه لما تبقى أناني يعني في لعبة الجمهور هيقول عليك أناني مش هيقولك مش هيبرر لك مش هيقولك برافو بيحس على طول صح زي لو المحلل قال لك آه تا كان لازم يديها لفلان آه الجمهور نفس الحكاية بيقول كان لازم يديها لفلان لما تعمل الترقيصة بعدين تقرر الترقيصة تانية بعدين تعمل التالتة فتتضع منك لازم الجمهور يزعل منك ولازم المحللين حيلولك كده صح إن كده بتبالغ في المراوغ وعذا ليس تخلية من إمكانياتك وعذاك أنت لعيب موهوب على فكرة جدا لعيب موهوب قوي يعني والطرقيصة بتاعته حلوة صح يعني بيدحك بيعملها بكل مرة بطريقة وبيضحك في كل مرة على المدافع واللي بيعمل زيه قليلين دلوقتي جدا عنده مهارة عالية جدا طبعا بس لما تقولك بس الكورة دلوقتي القرار فيها صح الصح السريع والقرار أهم من المهارة يعني أنت موكتب عندك مهارة بس بطبش تاخد قرار آه طبعا إمتى تستخدم المهارة بتاعتك صح وإمتى اللي هي ترقيصة واحدة زي ما أنا بضرب المسأل برمضان صبح كتير إن رمضان كانت مشكلته إنه هو ياخد الكورة ويعمل كده يطلع على الخط بقني يروح راجعة تاني بترقيصة تانية في نفس اللحظة داخل لجوه بقني يروح راجعة تاني على برة لا ففايلر حلله المشكلة دي صح لما حطله أشياء ومعلول فبقى يعمل التمرير المسلس كده التلاتة عشان يمرر على طول هو التمرير هو كده رمضان نلعيب مهوب جدا برضه بس لازم المهارة دي تطلع عند الضرورة بس مفهول هاد السورة اللي بعدها دي الأجواء اللي بيعملها مارس الكورورة في تدريبات الأهلية إيه رأيك فيه بيفكرك بمانوالجوزي شوية هو حتى الشبه شوية الشبه طبعا حتى هادي بس مانوالجوزي ما كانش هادي يعني بس كان بيعا فيتعامل نفسيا طبعا خالص هذا اللي أقصده بالشبه بمارس الكورور آه طبعا بالشبه لكن يعني أنا صرت هدكوتي ومانوالجوزي يعني أنا بتكلم على الاتنين من أعظم المدربين في الأهلية الاتنين كان دمهم خفيف جدا وبيعرفوا التريعه ويعرفوا خوفوا اللعيبة ويقلوا اللعيبة تحبهم دي بقى معادلة صعبة جدا مش في المدرب بس في أي مكان أي مدير يعني يعني حضرتك لو مدير عام في مكان فاهم إزاي تبقى صارم وزي كذا نفس الوقت نستمع يوعي لطيف بيسموه دي مسألة مش سهلة طبعا هات السورة اللي بعدها دي آخر سورة آه دي قضية كبيرة جدا أيوة الحكاية بتاعة فيليسيو الجونيور والعنصرية والنهاردة حتى الناس بتكلم إن الموضوع في أوروبا كلها مش بس في أسبانيا وشكنا نتقدر على الداول الأسباني فقط موضوع كبر قوي آه مونو ويصلحك إنه يكبر يعني قالوله مونو مونو إرد يعني بص طبعا رئيس البرازيل بعطله برقية على طول طبعا بيدعمه يعني طبعا وإنه ده صابي فقير ومش عارفين لكن نجح وكذا هو اضطرد بس هو فقط عصابه والحقيقة يعني أنا حفهم إنه هو يفقد عصابه آه عشان الموضوع متكرر ده كل مباراة ده كل مباراة كده ده كل مباراة كده خارج الأرض طبعا على طول على طول آه 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 أخيرا الفيفا يعني تده حيبتدي أعمل إجراءات أهم إجراء وأنا شاف إن ده لازم يتطبق فورا في كل ملعب في العالم آه كل ملعب فين في العالم في العالم حصلت إساءات للاعب بسبب لون البشرة يعني إساءات عنصرية الحكم عليه أن يوقف المباراة فورا ثم إذا تكرر الأمر على الحكم إعادة إيقاف المباراة يروح موقف المباراة مرة تانية الحاجة التالتة إذا تكرر مرة تالتة الإساءات العنصرية يلغي تتلغي المباراة والفريق اللي جمهوره بيعمل هذه الإساءات يتخصم منه ثلاث نقط أنا أعتقد ده كلام إنفانتينو ده كلام الفيفا وأعتقد إنه هو ده حيبقى الاتجاه ربطة الدوري الأسباني عايزة دلوقتي سلطات قضائية أكتر عشان تعمل إجراءات جنائية ناحية الجمهور اللي يعمل إساءات عنصرية مسألة خطيرة جدا ده مسألة بقت مشوهة للرياضة يعني بص عندما تكون هناك فوضى في أي بلد في الكون ما بيش حاجة اسمها قولوا في المدرسة علموا البلاد الصغرين مش عارفوا حبوا بعض ومجتمع والمنتلتي والتطور والكلام ده كل أدام سيبتله صغرة اللي بس اللي عايز لما البشرية مرت بعصور كلها فيها انهيار وفوضى والسيف تاع القانون بالضبط كده هو اللي يعني يعدل الميزان فورا لكن طبعوا وعلموا الميلاد المدارس والمدارس وحبوا بعض والبشرة الصامرة والبشرة الصفرة والمصر ده كلام انشاء حسن كالعادة بتنور وكالعادة استمتعت بوجود حلالك أنا بشكرك شكرا جزيلا بتعبك دائما معي أنا بشكرك شكرا جزيلا ده كان ختام حلالتنا النهاردة من رقم عشر رب تكونوا استمتعتوا معنا أشوفكم يا رب أنا بشكرا جزيلا